عن فشل عملية تجميل أنفها عيقب من الله هو باستغفر ربنا آه ده أنا قلت فعلا ده أنا فكرة ليه بتستغفر يا ربنا؟ أقول لك لأن أنا كنت مناخري كويسة بس على فكرة أنا شايفته حلو على العكس ما تقعد كم عملية؟ عمليتين 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 واحدة في فرنسا واحدة في مصر هو الخطأ الأول كان فين؟ في مصر حصل إيه تحقيقا؟ ما كانش فيها حاجة أنا كنت قردجي قبل ما أخش الوسط قد عملها عنده دكتور كويسة أوي بس هو كان غوين يكون كدمن آه فكان عملي رفع آية رفع الرومانية دي الأوفر كانت بان في البروفايل طلع أوي فأنا كنت عايزة أشايلها فاختلفت مع الدكتور الرئيسي في المواعيد كنت دخل فيه فعنده دكتور اللو سي في كويسة أوي يعني فرض نخريك باغي ومفروض أنه بابا رئيس كان وقتها رئيس التجميل في مصر فأوريدي قال لي لا بسيطة مش عارفة فالحمد لله بقوازها يعني يعني هاتك غداري في كسر عظمي بتاع آه فطبعا روحت أنا سفرت فرنسا بعدش سنة لأنت يعرف لازم تتسب سنة ما ينفعش تخشي على طول فروحت بعد سنة عملت والدكتور قال لي لازم ترجعيني بعد شهرين كمان يعني اشتغل كتير فيها وشهرين كمان ظبت حاجة تانية ما كانش قادرة أنا الظروف معايا كنتش سعمحة فعرفت بقى في دكتور هناك الملحق الطبي في فرنسا قال لي على اسم دكتور عالمي يعني عندنا في مصر فاروحت له وزبطها وخلاص يعني بس تعيبت يعني ليه بقى أنا قلت عقب من ربنا علشان يا كنت اوكي أنا كنت مستعجلة قوي كده ليه ما انا اشتغلت بيها عشر ستين ليه يعني فعما ازاي يعني شهز اوكي إنه دي خلقت ربنا يعني أنا ليه أغير فيها من المنطقة لا أما قلت كنت عملها لأنه كان فيه عندي كسر هنا فكنت عملها يعني كان متزبطة فخلاص يعني البتاعة ده كنت أستنى شوية فهو ربنا عايز يقول لي يعني خلاص أنا خلقك اوكي يعني يعني ما دوريش على perfect in everything ما فيش حد perfect in everything لقيت حالك غير محصوظة بعملية التجميل ميسارة يعني كمان برضو عملت نفخه أخدت infection يعني بتقولي إنه أي حاجة حعملها يعني لازم أخد فيها مشكلة هو الinfection ده خلي بالك يا را ده اسمه infection مستشفيات ده بيجي من التعقيم هي actually ما كانتش غلطة الدكتور كانت غلطة التعقيم الممرجين اللي قابلوا مع قاموش الماتيريال صح كنت عاملة إيه انت تحديدا؟ كنت حتى حقن الدهون أه أصعب حاجة على فكرة أه فحقن الدهون كان الحونة اللي دخل بيها في الخد كانت فيها ميكروب اسمه ميكروب المستشفيات اسمه ميكروب في المستشفيات اسمه استافكا كاسؤوريس ده استافكا كاسؤوريس ده بيبقى موجود على الجلد موجود في السنين موجود في الجسم عموما ولكن لو دخل مكان مقفول بيتوحش ماينفاش له مكان مقفول وحصل ايه؟ شكلك ساي ساي؟ لا الخد تضخم طبعا ووشي تعوج وبتاع والحرارة وبتاع وشغله كان عندك شغل بوقتها؟ وأتزارت خلاص كل ما جاتلي شغل كتير وأتزارت فكلمت الدكتور تاني لان الدكتور اللي عملنا عملية معرفش يعاني جاله بانك كانت دكتور تاني هو ما شافني عني ده انفكشن انتي عمدت حق ندهون قلت له اه فقالي لا ده انفكشن لازم نفتح وانا ما رضيتش بقى لغاية ما جالي تسمم في الجسم ودخلت المستشفى وفتحت فتحت يخرج كل الهاتين قعدت اسبوعين في المستشفى دكت نفسيتك وقتها وتأثرت لا تمام ما تضيقتيش طبعا وقتها تعبت جسديا بس حمدت ربنا انها جات لغاية كده لانه قالي من الاول يوم ما يستطيع تعالي نلحقها وانا اللي رفضت كنت خايفة ترجع تدخلي وغرفة عمليات لا كنت خايفة افتح في وشي ها مازال فاورادي قالي مش هتبان خالص يعني وصدقيني يعني كمان شهر هتلم ومش هتبان بس الحمد لله دلوقتي الحمد لله بقى خلاص خلاص قوع بقى أشوفك دخلت حد وانت عارفة ان الاستفكك